بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل قواعد الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح وصلنا إلى دعاوى الحيازة دعاوى وضع اليد ونزع اليد ونزع اليد الحادثة ثلاث أنواع من الدعاوى تخضع أو تدخل ضمن عنوان دعاوى الحيازة تتعلق هذه الدعاوى بحيازة أموال غير منقولة أموال غير المنقولة يعني غير المسجلة هي عقارات غير المسجلة لا تسمى عقارات وإنما تسمى أموال منقولة غير منقولة حيث أن القانون يحمي الحيازة لذاتها اللي بيحوز عقار بشكل هادئ مستمر مطبئ دون اعتراض من أحد ودون أن ينازع أحد في الملكية يكون له الحق في اكتساب ملكية وبالتقادل وضعت اليد عندما كان هناك عقار غير مسجل بإسم أحد ومش أرض حكومة وليس له مالك أو ليس معروفا أن له مالك أو له مالك ولكن هذا مالك غير موجود أو كان موجود ولا يعلم بوجود هذا الحق له فجاء جار الأرض جار المنزل فوضع يده على هذا العقار أو هذه الأملاك غير المنقولة مدة مدة مرور الزمن وضعت يد يكتسب ملكيتها بالتقادل منص المادة 1991 من قانون المدني القانون يحمي الحيازة لذاتها طبعا إلا أن يكون هذا العقار مسجل فيضطر أو يكون لصاحب العقار المسجل يقول لك لا هذا ليس أموال غير ما نقوله إنما هذا عقار ومسجل وبإسم بإسم مثلا أو بإسم شخص معين فيدافع عن حقه في هذه الملكية إذن المشرع يحمي الحيازة لذاتها على افتراض أن الحائز هو المالك من ناحية في ناس بعد الحرب 48 أو 67 تركت عقاراتها وما كانوا يسجلوا هذه الأراضي بإسمائهم في الطاب فاعتبرت أو أخذت حكم أملاك الغائبين جار الأرض أو يمكن حتى استأمن عليها جاره قالوا يا جاري أنا طالع مسافر أو حطل وبعدين حشوف مش عارف كيف ظروفي هل ممكن أعود مرة أخرى أو لا أعود فهذه أمانة عندك وهذه الأمانة غير لم تكن مسجلة البتين أو الأرضين أو العقارين متجاورين فشال السور اللي بينهم صاروا قطة أرض واحدة الناس مع مرور الزمن أول سنة ثاني سنة خمس ست سنوات عشر سنوات الناس بتعرف أنه هذه الأرض كلها ملك فلان أصبح مألوفا ومعروفا عند الجميع هو اللي بيزرع هو اللي بيقلا هو اللي بيضمن هو اللي بيدخن يعني هو المتصرف هو ما ليس مالكا لا يعلم هذه المعلومة إلا هو والتالي هل يجوز لو جاء شخص يعتدي على هذه الحيازة أليس من حقه أن يدافع عن حياسه لهذه الأرض بيصير له حق في هذه الحالة يدافع عن هذه الحيازة فبيحط إيده عليها استنادا إلى أنه حائز حتى ولو لم تكن ملكية العقار مسجلة في دائرة الطاب باسمه تختص محكمة الصلح نوعيا بنظر هذه الدعوة مهما تكن قيمة العقار لكن إذا أصفرت البينة المسموعة عن الدعوة وضع اليد عن نزاح حقيقي حول الملكية لقينا أنه في طلع لها مالك وطلع لها صحاب والملاك هؤلاء مسجلين وعندهم من أسباب كسب الملكية ما يذود به عن حياض ملكيتهم وجب على المحكمة المختصة اللي هو أن توقف النظر في دعوة وضع اليد حتى يتم الفصل في دعوة الحياسة في دعوة الملكية أنت حاطت إيدك أنت مش مالك أنت مجرد حائز ومقد حائز متصرف يعني تحت يدك العقار مر الزمن قبل ما تتقاد ومتنتقل ملكيتها لك طلع لك ورثها طلع لك شخص معين عنده سبب من أسباب كسب الملكية كان يكون مالكا مسجلا كان يكون وكيلا وموكل إليه التصرف هذا المال شايفك الوكيل بتقلع وبتزرع قال له صاحب الأرض هاجر راح على كندا وقال له دير بالك وك المحامي هنا في غزة قال له انتبهي للأرض ومن بعيد تخليك جارة أنا استأمنته عليه وأنا أثق في دينه وأثق في خلقه مش هيكلها مش هيكل الأرض لكن وجدت الحائز قاعد بقيم إنشاءات على الأرض لا خلاص تقيم إنشاءات أنت بدك السيطر على الملكية فراح الوكيل بما يمتلك من سبب راح نازع الحائز في الملكية نياوة عن موكله في هذه الحالة صار هناك نزاع حول الملكية دعوة الحيازة اللي كان هو وضعها وضع اليد بده يتملك ملكيتها بوضعة اليد هنا في هذه الحالة توقف المحكمة البت والنظر والسائر فيها إلى حين الفصل في لمن الأرض بالأساس درسوا في القانون المدني فيما يتصل ببيع الحقوق المتنازع عليها وارد في باب أقدل بها أنه أجاز المشرع أن يقوم شخص ببيع مال متنازع عليه يعني عقار متنازع عليه بين اثنين هو أكيد حيثبت لشخص لأن يثبت إلى طرفين يعني سيثبت لجهة دون عن جهة واحد حائز في هذه الحالة عندي واحد حائز وقام تصرف بالبيع للغير وعندي مالك لكنه ليس حائزا موجود بره بالخارج وقيم نزاع حول الملكية المشرع الفلسطيني عملا بأحكام التقادم أجاز بيع الحقوق المتنازع عليها لكن هذا البيع يكون مستندا إلى ما يعرف إلى استناد الدعاء بحق أنت تدعي أنك مالك تبيع للغير لا يستطيع الشخص أن يفضي ويدلي لغيره بأكثر مما يملك أنا أملك ما أدعي أنني أملك حق الحيازة أو حق التصرف أو ضعة اليد هذا ما أدعي أنا لا حق الملكية كحق كامل يعطيني ثلاث أنواع متصرفات حق الاستعمال والاستغلال والانتفاع والتصرف هذا غير قائم إلا في المالك لكن المنتفع واضع اليد منتفع لا أكثر ولا أقل إذن لا يتمتع بحق التصرف كاملا في هذا العقار فأجاز المشرع لواضع اليد أنه يتصرف في حدود ما سمح له أو ما سمح له استنادا للقانون بذلك أو ما سمح له القانون بذلك إذن إذا أصفرت البينة المسموع عن دعوة وضع اليد واجب على المحكمة أن توقف البت في دعوة وضع اليد توقف لأن هنا في واحد يقول أنا مالك وفي واحد مدعي أنه متصرف أو لديه حقوق عينية على هذه الأرض المحكمة توقف البحث في موضوع وضع اليد إلى حين الفصل في موضوع الملكية لكن هذه المسألة لا تنتهي عند هذا الحد دعا من دعا وضع اليد وضع اليد بالاشتراك ويشترط لهذه الدعوة تعدد الملاك استئثار بعض الملاك بحيازة والانتفاع بالعقار دون الآخرين أن ترفع دعا ووضع اليد بالاشتراك خلال مدة مرور الزمن طبقا لأحكام القانون المدينة الفلسطينية تكلمنا عنه إلى السمارة حياسة وخمستاشر سنة دون أن طبعا اللي بيحوز عقار مدة من شروط الحيازة الهادئة اللي تكسب الملكية بالتقادم أن يكون العقار أو يكون أموال غير المنقولة يعني غير مسجل في دائرة الطابو وأن يكون هو حائزا لها حيازة دائمة مستمرة غير منقطعة ودون معارضة من أحد لم يقطع أحد عليه مدة التقادم فإذا جاء من يقطع عليه مدة التقادم صار ما لوجه حق بأنه يطالب وضع يده واكتساب أو ملكيتها بالتقادم هذه الدعوة دعوة وضع اليد بالاشتراك تفترض أنه فيه المثال الدتكم في المحاضرة السابقة أنه فيه طبيب أو فيه طالب أو شخص معين سافر إلى الخارج عاش فترة من الزمن إخوانه سيطروا على ملكه أو على حقه في هذا الملك لما جاء يسترد حياسته قالوا له إحنا منستضيفك يومين ثلاث أسبوع لغاية ما توجد لك مأوى لن تستطيع الإقامة معنا في منزل عائلة لن تستطيع الانتفاع في أرض العائلة راح رفع دعوة اللي هو وضع اليد بالشراك أنا لا أريد أن أزيل الشيوع القائم فيما بيننا لكن أنا أريد أن أثبت أنه أنا إلي حق في هذا العقار ومعكم زيكم أنا وريث هذا اللي مات أبوي وأبوكم واللي ترك لي ترك لكم إياه تماما حقي لا ينقطع كوني أنا كنت والله بتعلم كنت مهاجر كنت مسافر ثم عدت إلى أرض الوطن هذه مسؤولية لا تجعلكم تأكلوا نصيبي لذلك يقدم دعوة اسمها وضع اليد بالاشتراك وضع اليد بالاشتراك تتيح له أو تأذن له المحكمة في حال أنه أثبت لأنه في أحد استئثار بعض الملاك بالحيازة دون الآخر فهم كانوا قاعدين موزعين الأرض على بعض قسمة مهاي أزمانية مكانية بالطريقة اللي هم يرتقوها هو لما أجو ما لقاش إنه مكان فاضطر يرفع هذه الدعوة حتى يثبت هذه المسألة طبعا بس أن ترفع هذه الدعوة خلال مدة مرور الزمان طبقا لإحكام القانون المدني الفلسطيني نعم لي 15 سنة و5 سنوات في الحيازة الهادية دعوة نزع اليد الحادثة أو رفع اليد شريت شقة سفرت إلى الخارج قلت لجاري صار الحرب في ناس كتير هربوا بعد الحرب 2014 أو 2018 نقال لك خلاص ما عادش إنه قاعدة هنا تركوا عقاراتهم أملاكهم شقق أبراج كتير موجودة فيها شقق أصحابها تركين مسكرة تستأمن عليها جاره جاره وصله للمعبر رجع فتح باب الشقة وقاعد فيها وصار هو ناس تسأله وقل له شو صار قال له والله شريتها من جاري ولا شرها ولا ما يحزنون هو وضع إيده عليها بالقوة وأصبحت تحت تصرفه مدى من الزمن هذا غاصب هذا غاصب هذا غير وضع يد هذا لم يمتلك أولا هو سيء النية وضع يده على خلاف القانون وضعها تحت تصرفه عشان نرفع دعواني نزع اليد الحادثة أو رفع اليد يجب أن يكون المدعي اللي بدون ينزع اليد الغاصبة مالكا للعقار أولا يجب أن يكون عقارا وعنده سبب أسباب كسب الملكي إنه شاري الشقة شاري الأرض شاري العقار يعني هذا هو يستطيع إثبات ملكيته لأن الطرف الآخر يفتقر إلى سند الملكية إذا أنا جئت بسند ملكية متسلسل من المالك الأصلي وصولا إلى أنا الحائز أو آخر عقد بيكونوا من أين اكتسبها من أخدها إذا ما عندوش سبب كسب ملكي إذن عشان أنا أنزعي اليد الحادثة لابد أن أكون أولا مالكا أن يكون عقار تحت يدي المدعي وفي حياسة وقت الاعتداء علي ولو حكما إنه أنا هذا كان تحت حياستي سفرت حتى ولو حكما حتى ولو إنه سلمني المفتاح قليت فضل للمفتاح الشقة أو روح خد مفتاح الشقة من فلان أنا فعليا ما استلمتش مفتاح الشقة وصار ظرف وصفرت بنفس الليلة كان مفروض غدا أروح أسلم الشقة ما استلمتاش فصفرت بنفس الليلة وتركت العقار يعني أنا شريت ودفعت ووقعت وأصبحت مالك وسلمني المالك المفاتيح أو قال لي اذهب خدها من البواب المفاتيح تجدها عند البواب العمارة استلمها منه لا ظروف معينة غدرت في نفس الليلة أنا استلمت حكماً أو لما استلمت حكماً لدينا الاستلام القانوني لدينا الاستلام الحكمي فأنا استلمت حكماً سواء كنت مستلم قانوني متصرف أو كنت حائز حكماً إذن أولاً أنا مالك اثنين العقار هذا الآن حكماً أصبحت تحت وضعت يدي سواء حكماً أو قانوناً المسألة الثالثة أن تكون اليد السابق على العقار قد نزعت بالقوة أو العنف وإذن جاء شخص آخر غاصب وضع إيده على هذا الآقار غصباً سواء كان بحضوري وقد لا يكون بحضوري وهذا اللي بيصير بين الناس في المحاكم أن الكثير من الدعاوة بيجي واحد بيدخل على أرض الجار متجاوزاً عدة أمتار وبينقل لسياج وبينقل لسياج وبينقل لك هذي أرضي أو بياخد جزء كبير منها أو ممكن يخده حتى كلها كان يكون البائع أعطى الملكية لأكثر من طرف بعت أنا لشخص لألف ألف راح على الطابو وسجل أرض باسمه وبعد مدة سافر ألف إلى وين إلى الخارج اشتراه عقار يعني نوع من التوفير أو الادخار الاستثمار في الأرض شرع له خمس دنومات دفع تمانهم مزرعين بالزتون سافر إلى الخارج شرع وطوب ونقل للملكية والآن الأرض مسجلة باسمه وين في الطابو وبعد ما سافر بسبوع المالك السابق رجع بها كمان مرة الآن هي تحت وضاعة يد من المالك المسجل المشتري الأول ثم جاء المشتري الثاني معتقدا أنه هو صاحب الملكية والتصرف فنزع ملكية المشتري الأول وأخرجهم الأرض عنوة سواء باستخدام التهديد بالسلاح بأي طريقة إنهم نزع يده الآن المالك المسجل بيروح بيرفع داعو اسمه النزع اليد الحادثة استردت أني أنا مالك ومتصرف ومسجل الأرض باسمي واللي جاء هذا غاصب أنا لا أعرف ما ليه إعلاقة من اللي باعه يرجع على اللي باعه نصب عليه دلس أي وسيلة أخرى لكن أنا عندي سبب ملكية أقوى منه هذه القضايا العديدة والمتعددة والكثيرة التي يعني ستعاصرها في المحاكم من سنوات طويلة وكل يوم تتكرر وكل يوم تقام دعاوة جديدة سواء كانت في عقارات شقق مخازن تجارية سواء كانت في أراضي أراضي زراعية أراضي سكنية من القضايا الكثيرة المتعددة بيكون عادة سبب نشوء هذه المسألة خلافات بين البائع ورثته أو أخوانه أو شركائه بيجي واحد ببيع أرض واحد ببيع أرض لشخص وبنزله إياها بالطابو وبكون أخوانه مش قابلين أو جاره بيكون معترض قبل ما أصلكم بدقائق هنا تصلت في تليفون واحد اشترى مخزنين محلين تجاريين ودفع ثمنهم وأبرم عقد بيع صحيح راح يفتح المحلين اليوم هذا الأمر تم اليوم وبيشورني على التليفون بيقول لي إيش أعمل أجاني جاري وبيقول لي أنت كيف تشتري وأنا أولى أب الشفعة ودخل وهددني مموعة أستخدم العقار ولا أدخل فيه ولا أعمل أي شيء بالمطلق لو هذا الجار أجغص بهذا العقار بنا نرفع على داوة نزع اليد الحادثة أو رفع اليد هي اسمها رفع اليد أو نزع اليد الحادثة فتنتين يجوز التسمية على كلتا الحالتين لكن هذا كله مشروط بعدم مرور زمان مش معاش واحد يجي يرفع إيدي عن عقار أنا ملكي عنوة بالقوة وأنا أروح أقوط في الظل وأبكي ويقولون أنا مش قادر عليه طب وليه في قضاء وتتركه مدة 15 سنة والآن سيء بسؤنية 15 سنة أنت قادر تبكي في الظل وبعدين بعد 15 سنة بسير له سبب واحد واضع إيده متصرف حياسته هادئة مطمئنة أنت ما عرضتوش ما قطعتش عليه التقادم لم تقم عليه دعاوة لا استرداد ما لك لأنك لم تقم عليه دعاوة وبالطالب أنت يعني ظنا منك أنه والله ممكن حد يدخل ينصفك في هذا الموضوع لا أحد يدخل فلسطين ضاعت وإحنا منطالب على منابل أمم المتحدة أي نعم التقادم مقطوع حكما في القانون الدولي كما إحنا منطالب ونقول إن حقوق معينة لكن إحنا برضو نقعدين في الظل لم نتخذ خطوة وبالتالي كان علينا أن نباشر إجراءات نزع الملكية بالطرق اللي شرع لنا إيها القانون الدولي في هذه الحالة رابعا أو ثلاثة دعوة عادة الحال السابق هذا الحالة غريبة هذا الحالة شفتوا المثال اللي تكلمنا عنه مش شوي شفتوا اللي قاعد بالضل هذا ومش قادر يسترد ملكه أجته العزيمة ربنا نفخ فيه الروح فقام استرد ملكه بعد قاعد عشر سنوات هو في الضل مش قادر يسترد ملكه اللي نزع منه عنوة بعدين فاجأة ربنا نفخ في صورته صار عنده قوة وعتاد وناس فقالوا له بتشهر اللي مقاعدك هنا قال أنا ملكه راح وأنا مش قادر أسترده فأعانوا أو أعطوه من أسباب القوة ما استطاع به أن ينزع ملكه المغصوب هسا من الطرف الضعيف صار الغاصب الضعيف الغاصب اللي طلع اللي نزعت يعني تم استرداد العقار منه مرة أخرى هذا الغاصب رتب حقوقا على الأرض كأنه تصرف كأنه استأجر أجر رتب حقوق معينة قد تكون هذه الحقوق عينية قد تكون تبعية قد تكون شخصية رتب له عشر سنين قاعدت في الأرض أنا طلعتك منها وانت قاعدت منك في الظل وانا تركتني عشر سنوات وانا متصرف أقمت العقارات وعملت فيها إنشاءات وتصرفت ولا خير وبعدين فجأة تيجي تمسكني وترميني برة لا بروح يرفع دعوة إعادة الحال السابق هذا تفترض وقوع اعتداء على ملك شخص بقيام شخص بإحداث يده على عقار بإحداث يده غصب عقار أو اعتبار يده يد غاصب على العقار المملوك لغيره راح هو غصب أرض غيره ثم قيام المالك المالك الأصلي المتصرف برفع اليد الغاصبة بالقوة والغلبة لم يذهب إلى المحكمة رفع يد الغاصب مش خدت بلطجها خدتها بالقوة وأنا كمان عندي من أسباب القوة الآن كان ولاد صغار والآن ولاد صار كبار وبقدر أنا أخوط جبهة مسلحة وأسرد الأرض منك وهكذا بيفعلوا الناس هنا في غزة منطق غزة هكذا يعني بترك المال تبه أنا الآن ضعيف فيش قدر لك بصبر فترة من زمن بيشتد عودي بيكبر أولادي بيصيروا عندهم نفوذ سلطان منيجي منسترد حق نزينا نزع بالقوة ما مناخده بالخاطر مناخده أيضا بالغلبة والقوة وعدم اتباع الطريق القانوني برفع دعوة نزع يد أو رفع يد الغاصب ما ستقال لك أنا أريد روح المحاكم وترجى المحاكم خليه أخذها خليه مع سنتين ثلاثة خمسة عشرة لما ستدعوده قوي رح نزعها بالقوة عدم مرور الزمان على رفع يد الغاصب ولما أنا عشان أنت تعيد الحالي السابق بدوش اليد الغاصبة اللي رفعت عنوة بالقوة برضو بدو يقول الآن بالظل يقول قديش دو يقول عشان يقيم الدعوة هذه يجب ألا يمر الزمان عليه حتى يقيم هذه الدعوة فإذا أثبت الحائز صاحب السندي المالك الأول أو المتصرف قد ضبط العقار جبرا وتغلبا فإن محكمة الصلح تحمي حيازته المجردة هتقوله كيف طيب ما هو غاصب هتقولكم آه المحكمة بتحمي الحيازة المجردة كونك حائز إليك عشر سنين غاصب هو ساكت رتب هذا الغصب رتب حقوقا للغير تعاقدوا معك أساس أنك أنت مالك بيعرفوش حقيقتك أنه أنت غاصب لهذا العقار ما بيعرفوا هذه المسألة مطلقا هما بيعرفوا أنه أنت مالك بيعرفوش أنك تكف خدتها بالغصب والقوة وفرتب هذا الغصب تجاه الغير حقوق عينية أصلية تبعية شخصية قبل الغير الآن المشرح بيحمي لك هذه الحيازة ما لم يكن هناك دعوة منازعة في الملكية إذا كان هناك دعوة منازعة في الملكية توقف هذه الدعوة إذن كل دعاوة الحيازة وضع اليد نزع اليد رفع اليد للحادثة توقف البت المحكمة الفصل في هذه الدعوة إلى حين البت والفصل في دعوة الملكية إذا كان هناك نزاع يتعلق حول الملكية خامسا دعاوة الانتفاع في العقار نعم مش فهمين هذه الدعوة فيها هذه الحالة لهذه المفهومة دعوة إعادة الحالة السابق هذه بتفترض أنه فيه واحد شخص قام بغصب عقار من مالكه يعني هو شخص بلطجي أجل استولى على العقار واضحة وطلع المالك الأصلي العقار بر العقار وجلس غصبا في هذا العقار مدة من الزمن أجر ورهن وحارت وزرع وعمل كل شيء كأنه مالك لكن المالك المغصوبة أرضه في الظل مش قادر يعمل ولا شيء ضعيف لأنه هو قوة واستقدار زي ما يقوله بالعامية هو الآن واضع يده فترة من الزمن ثم جاء المغصوب اللي بره المطرود المالك الحقيقي اشتد عوده وصار عنده القدرة على أن يسترد ما غصب منه من خمس أو من عشر سنوات فجاء بجيشه وعتاده وقواته وعائلته منطقها الغزة العشيرة والعائلة وأخرجوا هذا الغاصب عنوة كسروا شوكته فرجعت الأرض إلى مين إلى الصاحب الأصل واضح الآن من اللي بره انطرد الغاصب الغاصب هذا له حقوق تجاه على هذه الأرض رتبها خلال فترة حياسته الغير قانونية هذه الحقوق قد تكون حقوق عينية متصلة بالعين قد تكون حقوق شخصية رتب على الأشخاص معينين على هذه الأرض أعطى أحدهم حق مزارع حق ري حق انتفاع حق ارتفاق أجر جزء منها أعطى حقوق متصلة رتب حقوق مالية معينة رتب عليها حقوق فترة غصبه التي كان بها غاصبا رتب حقوق لدى الغير والآن هو بره المشهد وعادت الأرض وعاد العقار إلى مالكه لكن هذا المالك لم يتخذ الأسلوب القانوني السوي والسليم لاسترداد أرضه يعني لم يقم برفع دعوة نزع اليد حتى يستردها عبر القضاء وإنما اعتمد على غلبته وقوته وقدرته باسترداد العقار دون القضاء المغصوب المطروض برا اللي كان غاصب من كم يوم بيقدر يرفع دعوة اسمه عادة الحال السابق رجعوني على ما كنت عليه ومن تفاهم هو بطلب من المحكمة الغاصب المطروض يطلب من المحكمة بدعوة اسمه عادة الحال السابق ردوني إلى العقار اللي كنت أنا غاصب ويا محكمة وأنا عندي ما أقول أمامكم وضحت هنا ليه هذه الأساس قال لك لأن هذه الدعوة مؤسسة على مسألة الحيازة لأن المحكمة أو القانون يعطي الصلاحية للمحكمة أن تنظر في موضوع الحيازة أديكم حاجة أسهل من هذا المثال أنا كنت مستأجر محل تجاري أنا مستأجر محل تجاري وقعدت في هذا المحل مدة العقد خمس سنوات بعد انتهاء العقد قال لي المالك اطلع بدي العقار بتاعي مدتله مش طالع وقعدت في عبوة الآن أنا شو وضعي غاصب أنا الآن ما عنديش سبب من أسباب الحيازة السليمة فأنا غاصب ضليتني قاعد في العقار هذا على عين مالكه خمس سنوات أخرى ومالكه أضعف من أنه يواجهني في المحاكم يرفع علي دعوة خلال مأجور أنا قاعد في العقار بعد خمس سنوات من غصبي للمحل وأنا كنت مستأجر والآن أنا قاعد غاصب بدفعش إيجار أجل المالك تبع العقار أخرجني عنوة أنا ماخد وكالة لمطعم عالني أنا عندي التزامات عقدية مع الأشخاص اللي بيشتغلوا عندي عندي مستأجر علامة تجارية عندي حقوق ملكية صناعية وملكية اللي درستوه في القانون التجاري في حقوق ترتبت على وجود في هذا المكان الآن بورقة كلينيكس مسكنورة مبارة خلاص كل حقوق هذه أصبحت مسؤولية شو بيعمل هذا الغاصب الذي ألقي به خارجا شو بيعمل برفع دعوة إعادة الحال السابق تعالي عمي من قنن الوضع بتاعك منعمل عقد إيجار جديد معك مندفع لك أجر بس ما ترميني برا فاستخدم المالك ما لديه من قوة وغلبة واقتدار وأخرجوا بهذه الطريقة وضحت جيد دعوة الانتفاع في العقار تشمل هذه الدعوة كافة أسباب الانتفاع بالعقارات سواء كان بعقد إيجار أو حق انتفاع باعتباره حقا عينيا أو بالوصية والمنفع رحت عملت عقد إيجار مع مالك بابن برج في مكان مميز وفي عنده مساحة تحت مخازن مساحة محترمة كويسة وكان هو مضطر بده فلوس فجيت قلت له أنا بستأجر منك لعشر سنوات قد يش بدك أجار هذه المساحة الميت متر قاعد دي عشر ألاف دينار سنويا بس إذا بدك أجرك بدك تدفع لإيجار عشرة في خمس سنوات وبعمل لك عقد يعني بتدفع لإيجار خمس سنوات مقدما فوفقت قدته خمسين ألف فك أزمته وعمل لي عقد إيجار لعشرة سنوات خمسة دفعت مقدما لخمس سنوات والخمسة والخمسين الأخرى بتدفعهم بعد خمس سنوات عن خمسة الأخرى هيك العقد بيقولوا هذا جائز هذا جائز والآن أنا مستأجر قلت لأنه ما تحسلمني المحلات يا سيدي قال هسلمك يا إن شاء الله تعالى قبل رمضان باخد الفلوساتك أنا وبجهزك المكان وبسلمك يا قبل رمضان قلت له اتفقنا جاء رمضان وخلص رمضان ومحطش ولا يعني حصوة في داخل العقار العقار على حاله يا أخي مكنني من الانتفاع بالمأجور رافض حتى يشطبه وقال أنا بطل تأجرك صراحة جاني واحد ودفع لي 20 ألف دينار انت أجرتني ما يجوز انك انت تؤجر لغيري أنا الآن مستأجر أنا منتفع أنا من حقي أنتفع بالمأجور بتاعي أنا بدك تتمكنني سواء كان هذا الحق مصدره عقد إيجار أو عقد انتفاع بدون عوض أو عارية جبت واحد قعدت واحد قاعد بعد الحرب ملوش مأوى وجدت قلت له تعال أنا ما سكنك عندي قال بس بهمش أنا عشان ما أكون مطمئن يعني أعمل لي عقد عارية لمدة خمس شهور لسنة لسنتين عشان ما ترمنيش في أي يوم بره بالشارع عشان أنا أتدبر أمري في هذه الفترة فعملت له عقد عارية مستردة بعد ستة أشهر أو بعد سنة بدون عوض يعني عقد إيجار بس بدون أجرة إذن هو منتفع ومكنتوش من الانتفاع شو بيعمل؟ بيرفع داوة اسمها دعاوة الانتفاع في العقر فالمستأجر يكون بصلاة ورفع الداوة الإجبار المؤجر على تسليم العين المؤجر انتفاع بها موجب عقد الإيجار وإذا ثار نزاع حول التزامات المستأجر والمؤجر فإن الاختصاص لذلك كل محكمة الصلح وهذا بالنسبة لحق الانتفاع بالمهيئة الزمنية أو المكانية إذا كانوا بين الورثة بعضهم البعض دعاوة تعيين الحدود وتصحيحها طبعا اليوم العلم تطور وهذه القضايا لازال منها بقايا أمام القضاء لازال بقايا من هذه الدعوة أمام القضاء قضايا قليلة ليه تطور العلم أدى إلى ظهور حاجة ما يعرف اللي هو بالإحداثيات الجغرافية الجي بي اس اليوم لما نبدأ من الإحداثيات لأي أرض أو أي عقار حتى لو راحت الحدود راحت نهائيا راحت الزوايا بتاعت الأرض يعني لما صارت حرب 2014 ودخل الاحتلال على منطقة الزتون والشجعية ما ظلش حدود كانت عندي مارس زتون وجاري كان عنده شجر الآن عبارة عن منطقة صحراوية ولا فيها ولا فيها زتون ما فيها شيء طب وأن أرضي صار يكونوا واقف في نصف أرض جاري يقول أرضي يقول جاري يقول لأ أمي روح هذه أرضي صارت الناس تتدافع فيما بينها فرحوا أقابوا دعاوة تعيين الحدود إعادة تعيين الحدود لأنه يكون الحد مش واضح لأ أنت نصبت سياجك جبت مساح رفع لي الخمس دنوما تتعوني ورحت حددت زوايا أججاري قال لي وان انت رايح تداخل علي متر لأ مترين صارت إشكاليات كبيرة هذا الآن البلديات وسلطة الأراضي دائرة المساحة العامة تعتمد إحداثيات للجي بي اس بشكل واضح لأنه مسهل بمكان لو أرض راحت معالمها في رفح يعني راحت كل الأرض بالكامل وبالدمج إحداثياتها من غزة بنطلق بحددها بالملي متر بمساحة لا يتجاوز اللي هو الاختلاف عليها اللي هو بسموها مساحة الكبريتة الواحدة 2 في 3 سنطي يعني الاختلاف بيكون في موقع الزاوية بين 2 و 3 سنطي والدقة في تحديد هذه المسألة أبلغ بكثير من زمان ما كانش في جي بي اس وما كانش في أجهزة المساحة الليفل ولا الأجهزة الأخرى اللي كانوا بيستخدموها للمساحة وكانت المساحة تتم استنادا إلى ناس تستخدم الفحجة واحد طويل شوية تطلب فحجته متر وعشرين سنطي وواحد قصير تطلع فحجته وستين سنطي قال قيسناها أربعين فحجة شو أربعين فحجة فحجة على مين على أي مستوى ما حوطلك أربع خمس مستويات وطلق لي وين الفحجة بتاتك أرضك أرضك الدنوم صارت ستمية متر ما تقول ما هي بقى زمان هكذا كانوا يجيسوا تطور الحال صار في عندهم الأمتار هذه البلاستيكية اللي بيجيسوا الكركرة بسموه الكركرة بيسحبوا لو رخ معدل سنطي من أوله لآخر الخمسين متر بيفرقوا نص متر في القياس يعني طوله خمسين متر لو رخ سنطي من هنا وصنطي من هنا بيفرق حالة التجويف بتاته طب جبنا واحد مساح قياس ولو شدناه شوية ومغطنا برضو بيفرقله خمس ست أمتار في المساحة خلافات الناس قديما كانت قائمة على هذه المسائل الافتراضية لعدم دقة القياس للحدود وتعينها فبيلجأوا إلى المحكمة طالبين من محكمة الصلح أنه هي تحدد لهم اللي هو الحدود وتعين لهم الحدود وهذه طبعا الآن أصبحت طبعا هذا يستوجب أن المحكمة في هذه الدعوة تنتقل بكامل هيئتها وتروح إلى الأرض وتجيب المساحين والناس المختصين وتقوم بتحديد الزوايا وتعمل محضر تثبت هذه المسألة استنادا إلى ذلك الآن يعني هذه القضايا تقريبا شبه انتهت دعوة استرداد العارية العارية هو الإعارة إنني أعير شخص وقل له تعال بعد الحرب وهذه حدثت بعد حرب 2014 بعد ما ناس تهدمت بيوتها في الشعف في الشجعية وفي الزن في خانيونس ومنواطق الحدودية وتبهدلوا الناس وما عندهم مش أراض ولا أملاك وكذا في ناس استوعبت الآخرين يعني واحد حالة من الحالات حالة من الحالات راح فسكن وجبت أنا حتى في الامتحان نهائي في السنة الماضية أو اللي قبلها فراح سكن عند واحد صديق له في منطقة الزوايدة طلع من منطقة فراح سكن في الزوايدة الزوايدة منطقة آمنة منطقة زراعية منطقة بعيدة عن الأحداث العسكرية وخلافه فجابوا أجدسه في بيت قديم وقال له أقعد هنا لما جاي يطلع قال له مش طالع ولادي ولفوا على المكان والمدارس والحياة هنا كويسة وأنا مستعد أدفع لك إيجار قال له أنا ما بدي إيجار أنا سكنتك هاي يوم بنالك بيت يعني الحكومة أو الجهة المانحة أقامت لك منزل تضروا على بيتك أنت ليش قاعد هنا فقال له جوز ابنه في البيت وبقي هو قاعد في الأرض أو البيت اللي كان مستعيره على واجه العارية طبعا لأن بدي استرد هذا البيت إيش استوطنت يعني فرفع دعوة اللي هو استرداد العارية طبعا وهي طلب المالك استرداد العقار أو المنقول من المستعير الذي يتوجب عليه رد العارية في الأجل المتفق عليه مع جميع التواعب والزيادات اللحقت بها منذ تاريخ الإعارة وينتهي بانتهاء عقل العارية إذا كانت العارة الأجل غير معين واجب على المستعير برد العارية استعملها وفقا للغاية المتفق عليها ونزاحه العارية لشأن له ملكية العقار لأنه المستعير لا ينزعني بالملكية هو نزعني بالمنفع هو قاعد ودوش يطلع سكنتك زي ما بقوله في العمية يعني دخل طنيب وصار حسيب صار يأخذ ويعطف الكلام وبيطلع لك وبيطلع الكاش ويقرر شو اللي بديعمل في هذا العقار لذلك هذه الدعوة تقام أمام محكمة الصلوح لا شأن لها بموضوع الملكية ولا شأن لها بعلاق في أي نزاع يدور المسألة كلها متصلة بمسألة المتفاعة لكن نفترض في حالات أنه الأب المعير كان قد وهبها إلى المستعير هبه بدون عوض قال له والله إحنا أنت راجل طيب وهيك سكنت بيننا سنتين وعدين وجدناك أنت راجل مخلص وأنا هذه الأرض أو هذا البيت هدية مني إلك وهبه بدون عوض هبه بدون عوض وبعد ست شهر مات الواهب أجل أولاد قالوا له اطلع بدنا بدنا حجنا في العقار هذا ملكنا قال لهم أبوكم وهبني هنا بصير النزاع حول الملكية لأنه أنت بتقول أنك أنت مالك وارث قالت إليك بالميراث وأنا بقول أنه موهوب إلي وقالت إلي بعقد الهبا الصحيح إذا صار نزاع حول الملكية يوقف البت في موضوع استرداد العارية لحين نفصل في مسألة الملكية لكن نشترط لهذه الدعوة وجود عقد عارية ويثبت هذا العقد بجميع قواعد الإثبات يعني وجود العقد على الأقل ولو كان شفاهيا حتى لو كان شفاهيا أنه تعال أسكن عندي بس يعني أستطيع أن أثبته حتى ولو كان شفاهيا مش بدر أن يكون مكتوب انتهاء العقد بأحد أسباب الإنقضاء كأنه نقول لك تعال أقعد عندي لمدة سنة وبعد سنة الله سأل عليك إذن أنا أعيرك العقار لمدة سنة وبعد سنة أول ما نقول طوال بعد سنة بدك أنت ملزم برده لأنه هنا انقضت مدة العارية أو أن يكون السبب اللي أجده أنا أعارتك يعني بنت لك الحكومة أو الجه المانحة منزلا آخر فلم يعد لديك سببا للتمسك بالعارية أنا أدتك إياك مأوى والآن انتهى الغرض من وجوده معناته أنه هذا سبب أسباب الإنقضاء عدم مرور الزمان على التمنع برد العارية يعني صار له 15 سنة وأنا مش مطالبه لم أطالبه باسترداد هذه العارية في هذه الحالة لا يجوز أنه لأنه أصبح هنا اكتسب حق الحيازة بوضعة اليد في هذه الحالة الدعوة الثامنة دعوة الانتفاع بالأجزاء المشتركة إيش الأجزاء المشتركة الأرض المقام عليها الأفنية عمارة فيها بيت درج أجزاء مشتركة فيها سطح عمارة فيها بدروم فيها مناور هذه الأجزاء لا يجوز لأحد وهذه الآن برضو من قضايا الكثيرة الموجودة أمام المحاكم يعني فيه اتنين نفترض أنه هذه ساحة بين أربع شقاق هنا باب وهنا باب هنا باب وهنا باب أجل أفندي اشترى الشاكتين بيطلوا بغبوا على بعض فراح دخل في البمر الساحة الموزعة اللي بينهم وراح حط حيط وضم هذه المساحة وعمل باب واحد مشترك بتطل على الساحة اللي بتوزع الموزع بين الأربع شقاق الناس يطلع بالدرج ويستخدم الدرج وركب على الدرج باب معين ومترسع الحريق هذه الأجزاء مشتركة حتى لو أنت باب اتنين ثلاثة اربعة وهذا الأبواب كلها إلك وهذه الشقاق إلك والمساحة دي بلعب فيها أولادك أولادها مجيئين لعبوا فيها بس أنت مش في حقك تغلقها وتضمها إلى عقارك لأنه أنت عقارك محدود في الشقاق اللي أنت شريتها وهذه أجزاء مشتركة شائعة ملكيتها والشيوع فيها إجباري لا يزال لا باتفاق ولا بالتصرف ولا بوضعة اليد إذن زي الدرج زي المصاعد زي السطح زي الأقنية زي الممرات زي الارتدات كل زي المظلل تحت العمارة كل هذه اسم أجزاء مشتركة لا يجوز لأحد والشيوع فيها الشيوع إجباري إذن الأرض المقام على البناء والأفن والممرات الخارجية والحذائق موقف السيارات أساسات البناء والأسقف والأعمل المعدة لحملها والجدران الرئيسية المداخل الممرات الداخلية والسلال والمصاعد الأماكن المخصص الحراس وغيرا من العاملين في خدمة العقار يعني واحد أنا سكنت فترة في عمارة وهذا العمارة كان فيها من عائلة واحدة سبع شوق من تلاتين شقة سبعة كانوا مسيطرين على أسانسرين فيها مصعدين كانوا مسيطرين على مصعد لاحدهم قالوا إحنا إلنا سبع شوق تلت العمارة فإحنا بنسمح لواحد تاني بس يستخدم أو اتنين يستخدموا مانا الأسانسير وهذا الأسانسير اعتبر ملك إلنا إحنا وكل الناس فهذا كلام ما كان جائز بأي حال من الأحوال أنت يتملك كل العمارة وخليني أنا معك في العمارة كلنا من امتلك الأجزاء الشائعة والشيوع فيها إجباري ولا يمكن إزالة هذا الشيوع بأي حال من الأحوال هتجدوا كثير من القضايا الصغيرة موجودة أمام المحاكم لكن فيها فائدة وليست من القضايا المؤقدة إلا ما كان وخصة الخدمات المشتركة كالأبراج الاتصالات والساحات كل شيء لا يجوز تملك منفرداً في العمارات والعقارات لا يمكن أن يتم اللي هو السيطرة عليه نقف عند الدعوة التصريحية هذه مهمة هنأخذها إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى استكمال الاقتصاص النوعي اللي هي التاسع على تقريبنا الأخيرة اللي هي الدعوة التصرحية وبعدين نكمل في اختصاص النوعي لمحاكم البداية ترجمة نانسي قنقر